حار، اليوم رح نحكي عن موضوع بتير مهم بحياتنا اليومية وهو الكورتيزول يمكن سمعتوا عنه قبل، بس شو هو بالتحديد؟ شو وظيفته بجسمنا؟ خلينا نشاهده الكورتيزول هو أرمون توتر الأساسي بجسمنا جسمنا بيفرضوا كاستجابة طبيعية لأي نوع من الضغط سواء كان جسده مثل الرياضة أو نفسه مثل التفكير الزايد أو المشاكل اليومية لما جسمنا بحسب التوتر، الدماغ بيعطي إشارة للغدد القضارية دول الغدتين الصغار فوق الكلا وبيقلهم في شي طارق حضروا الجسم شو بيعمل الكورتيزول؟ بيرفع مستوى السكر بالدم عن طريق تكسير الجليكوجين المخزم بالكبد والعضلات طي يعطي طاقة جاهزة وبيساعد بحرق الدهون لفترة أصيرة لأن الجسم بها اللحظة بده طاقة سريعة تتعامل مع الوضع يعني الكورتيزول مثل جهاز انزار طبيعي بيشتغل وقت الحاجة وبيحضر الجسم لحالة الطوارئ تخيل حالك متأخر على شغلك أو موعد مهم وعم تركض هون الكورتيزول بيكون عالي تيساعدك تتحرك بسرعة وتركز أكتر حلق شو بيصير لما الكورتيزول يضل عالي لفترات طويلة؟ إذا جسمك بيضل بحالة توتر دايم الكورتيزول بيبلش يسبب مشاكل على المضى الطويل واحد بيخزن دهون بالبطن الكورتيزول بيعمل شغلة غريبة بياخد دهون من أماكن معينة من الجسم خاصة الأطراف وبينقلها لمنطقة البطن تيخزنها حوالين الأعضاء الداخلية مثل القلب والكبد والأمعي وهالدهون مش بس بتزيد الوزن بس بتسبب التهبات وبتضر الصحة شو بيصير بالجسم؟ ارتفاع الدهون الحشوية بيزيد من مقاومة الجسم للأنسولين وهالشي ممكن يسبب الإصابات بالسكر من النوع الثاني بتفرز مواد التهبية مثل السيتوكاينات يلي بتسبب التهبات مزمنة ومع مرور الوقت هالالتهبات المزمنة بتزيد من خطر الإصابات بأمراض القلب والشرين الثاني شغلة بيعملها شعور بالجوع الزايد لما الكورتيزول يكون عالي بيحفز أرمون الجريلين يلي هو مسؤول عن الجوع سو بتلاقي حالك عم تشتهي أكل خاصةً الدسم والحلو بهيد الحالة الجسم ما بيقدر يحافز على التويزن الطبيعي من مستويات السكر وهالشي بيخلي الوزن زيد شوي شوي تكسير العضلات والعضام لما الكورتيزول يكون بمستوى عالي لفترات طويلة الجسم يبلش يكسر البروتيينات الموجودة بالعضلات والعضام لإنتاج طاقة سريعة البروتيينات بالعضلات بتتحول لأحماض أمانية وهيد الأحماض تستخدم كمصدر طاقة سريعة هالعملية بتسبب تدهور واضح بالكتلة العضلية وهالشي بيقدر لضعف بالعضلات كمان الكورتيزول بيأثر سلباً على تكوين العضام وبيسبب هشاشة العضام وزيدة خطر القسور مع مرور الوقت ضعف العضلات والعضام بيخليك تحس بتعب أسرع حتى مع نشاطات البسيطة اليومية وبيسبب ألم بالمفاصل وبالعضام أربعة مشاكل النوم لما يرتفع الكورتيزول بسبب التوتر بيتأثر نومك بشكل كبير الكورتيزول لازم يكون لمستويات واطية خلال الليل تا يقدر جسمك يسترخي ويتعيفة إذا ضل عالي هالشي ممكن يسبب القرق وبيخليك تصحى أكتر من مرة بالليل نتيجة التوتر وهالشي بيمنعك من الحصول على راحة كافية مستويات العالية للكورتيزول بتلخبت الساعة البيولوجية للجسم وهيدا بيقدة لأترابات بدورة النوم الطبيعية خمسة اترابات بالجهيز الهضمة توتر الزيد وارتفاع الكورتيزول بسببه اترابات بالهضم لما يكون الكورتيزول عالي بيزداد تحفيز الجهاز العصب الودة يلي بيوجه الدم بعيد عن الجهاز الهضمة شو بيصير؟ اللي بتدفق الدم بتضاعف عملية الهضم الكورتيزول كمان بيزيد حمض المعدة وهالشي بيسبب حرقة المعدة وانتفاخ كمان بيأثر على توازن البكتيريا الجيدة بالأمعاء يلي بيخلي إنه تزيد مشاكل الهضم مثل الغزات والإمسك خصة ضعف المناعة الكورتيزول بيأثر بشكل كبير على الجهاز المناعي بالأول الكورتيزول بيسهم بتقوية جهاز المناعة بشكل مؤقت عن طريق زيادة إنتاج الخلية المناعية لما يكون فيه هناك تهديد حقيقي بس لما يضل الكورتيزول العالي لفترة طويلة بسبب التوتر المزمن بيصير العكس شو بيصير؟ بيضاعف الجهاز المناعي وبتقل قدرت الجسم على مقاومة الأمراض ويتعرض الجسم للإصابات بالأمراض بشكل أسهل مثل نزلات البرد أو الإنفلوانزا التوتر مستمر وارتفاع الكورتيزول بيغيره طريقة عمل لدماغ هالشي بيقدي لمشاعر قلق وتوتر الكورتيزول الزياد بيزيد مستويات الأرمونات المرتبطة بالقلق مثل الأدرينالين هيدا بيقدي لمشاعر قلق وتوتر وزيدة الخوف بعض الأشخاص يلي عندهم مستويات عالية من الكورتيزول بيحسوا بإرهاق مستمر وانخفاض نوستوى السعادة هلأ شو هي علامات ارتفاع الكورتيزول؟ إذا كنت هم تحس بتعب مستمر حتى بعد النوم توتر بدون سبب واضح صعوب بالنوم أو قلق أو عم طوعك كذا مرة بالليل عم تشتهي أكل الحلو والدسم بشكل دايم مشاكل بالجهاز الهضمة أو مناعة ضعيفة ممكن يكون عندك الكورتيزول عالي بهالحالة لازم تبلش ترائب وضعك الصحي أكتر حليني لاخذ جزء الأول الكورتيزول هو أرمون مهم وضروري إذا كان ضمن مستوياته الطبيعية لأنه بساعد الجسم أنه يتعامل مع التوتر بس لما يضل عالي لفترة طويلة ممكن يسبب مشاكل صحية خطيرة مثل زيادة الدهون الحشوية، ضعف العضلات، زيادة الالتهبات وغيرها من اللي حكيناهم بالجزء الثاني من الفيديو بارتو رح نحكي عن خطوات عملية لتقليل كورتيزول بشكل طبيعي من خلال تغيرات بالنظام الغذائي، تقنيات للوعي الذهني وحتى مكملات غذائية تنطروني بالبارتو فؤالي لقلك اليوم، شو بتعمل تتخفف من التوتر بحياتك؟ شاركنا بالتعليقات وخلينا نعرف ما جاربك